السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث المتوسط بالنسبة لامتحانكم القادم امتحان مادة اللغة الإنجليزية الدور الثاني هذا اختبار بأهم النقاط اللي ممكن أن تجيك بالوحدة الأولى باليونة وان أيضا رح نزل الفيديوهات تباعا الفيديو اللي بعدها رح يكون أهم النقاط اللي ممكن أن تجيك بالوحدة الثانية والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة يعني بكل كل مجموعة نقاط رح ننزلها بفيديو منفصل بالنسبة لليونة وان نقطة الأولى الموضوع اللي كل سنة يجي وعلى درجتين اللي هو موضوع الساعة ينطيك أرقام يقول لك tell the time وكتبها بطريقة وقت يعني كتابه فالطريقة الأسهل الطريقة الأمريكية اللي هي إنه تساعة عشر ناقص اطنعش يساوي سبعة فتكتب ما لك علاقة بهذا المكتوب هنا اتس سفن ومن ثم الدقائق تين يعني تصير اتس سفن تين كذلك هذه أي رقم فوق الاثنعش تنقصه من الاثنعش سبعة عشر ناقص اثنعش يساوي خمسة تكتب it is أو its ومن ثم five بعدين الدقائق thirty it's five thirty إنها الساعة الخامسة والنصف هاي النقطة عليها دارش ديان كذلك موضوع الماضي المستمر يجيك بهاي الطريقة إنه ينطيك فعل مجرد في وسط جملة ويقول لك خليها بصيغة ماضي مستمر past continuous زين أنت تنظر على الفاعل إذا كان الفاعل we you they فتأخذ فعل كيون في زمن الماضي المستمر اللي هو where تخلي بعد الفاعل where الفعل هنا أضيف ing studying النقطة اللي بعدها soha was cooking in the kitchen خلي هاي الجملة بصيغة negative يعني إن فيها أنت مباشرة إذا عندك فعل كينونة هو هذا النفي يكون علي مباشرة ال was تصير wasn't أو تكتب was not بعدها الحالتين صحيحة أي فعل كينونة عندك سواء بالمستقبل أو بالمضارع أو بالماضي ويقول لك إن في فأنت تخلي not بعد فعل الكينونة النقطة اللي بعدها what are the standard features in the panther ما هي المميزات القياسية في سيارة panther أنت عندك مجموعة مواصفات قياسية لسيارة panther أحفظ على الأقل ثلاثة من عدهم gps اللي هو نظام تحديد المواقع sunroof اللي هي فتحة السقف tinted windows الجامات المظللة airbags هذه الairbags ليست مميزات إضافية يعني هذه لا تكتبها لأنه هذه مميزات أمان مميزات أمان يعني أنت هنا فقط أكتب لهذه الثلاثة gps sunroof tinted windows الجامات المظللة فقط هذه الثلاثة تكتبهم وإذا تريد تضيف تضيف fantastic cd player يعني أو فقط تكتب cd player مشغل cd النقطة اللي بعدها panther 3.0 d has seats for six people سيارة panther بيها مقاعد لستة أشخاص طبعا الإجابة هي خطأ false أنت تعرف أن سيارة panther تتسع لثمانية أشخاص eight people فقط تختار false I think this is far inexpensive car الاختيارات بين really وquite انتبه على هذه الملاحظة إذا لقيت الأي أو الآن هذه الأي وهذه الآن إذا لقيت الأي أو الآن بعد الفراغ مباشرة فتختار quite إذا لقيت الأي أو الآن قبل الفراغ فتختار really خلص هذا موضوع really والquite خلص بهاي الملاحظة اللي قلتها هس إذا لقيت الأي والآن بعد الفراغ فتختار quite إذا لقيت الأي والآن قبل الفراغ فتختار really زين الآن هنا أنا عندي beautiful ugly شنو معناتها معاكس العكس للصفة important باليونة الأول مفروض تحافظها العكس ما لدتها فقط تضيف un قبلها يعني تصير un important غير مهم dangerous شنو العكس ما الخطر safe آمن شنو العكس ما old new إذا نتحفظ أيضا الاختيار بين really والquiet أنت لقيت الأي قبل الفراغ شنو نختار really النقطة العاشرة cars have air conditioning keep cool هنا جملة نمط cars have air conditioning سيارات بيها مكيف هواء keep cool زين يقول لك اربط لي هاي الجملة وانطيها سبب to help أنت لما يقول لك help أو to help لازم تكمل الجملة تصير to help you to help يعني بهالصيغة هذه يعني تنزل هاي الجملة الأولى كاملة مهما كانت cars have air conditioning تخليها الجملة الثانية هذه تخليها تنزلها بالنص تخلي to help you إذا أقل لك help أو to help أنت تكتب له to help you ووين تخليها بالنص بين الجملة الأولى وبين الجملة الثانية وخلص lightweight tint خيمة خفيفة is easy to put up سهل تركيبه waste time إضاعة وقت هاي أيضا جملتين عندك انطيني سبب لكن هنا مو to help قل لك so إذا يقول لك so so you هناك تريد تكتب won't أو can't إحنا مثل ما تعلمنا لما نشرحنا قواعد قلت لكم can't so you can't إذا جملة سلبية waste time إضاعة وقت فنختار so you can't إذا جملة إيجابية فنختار so you can هنانا waste إضاعة وقت جملة سلبية negative إذا نختار so you can't يعني تنزل الجملة الأولى كاملة so you can't نزلها waste time الجملة الثانية تخليها بعدها sweet shop محل حلوى insect insect الكلمات المركبة insect proof مانع للحشرات swimming pool اللي هو المسبح he is wearing هنانا ترتيب الصفات بليونة وان كلش مهمة trousers اللي هو الشيء اللي دا نصفه arrange the adjectives رتب لي هذه الصفات اللي منطق إياها طبعا new تخليها بالبداية اللي هو opinion رأيك new تخليها بالبداية بعدين اللون blue بعدين الجنسية وبعدين المادة المصنوعة من عدها cotton trousers هو الشيء اللي دا نوصفه هذا موجود كله بجدول ومنزله بالملزمة اللي موجودة عدنا فأحفظ الترتيب مع الصفات كذلك هذا أيضا ترتيب new نخلي بالبداية ومن ثم white اللي هو اللون بعدين Japanese الجنسية عندي is مثبتة ب isn't is مثبتة بالجملة الأولى و isn't يعني is من فيه ش أسوي he isn't أجيب كلمة very وأعكس الصفة الأولى عكس كلمة short هي tall طويل عكس كلمة قصير طويل أنا فقط أضيف كلمة very هو عكس الصفة أما إذا عندي is مثبتة ب is مثبتة فأضيف كلمة abit قليلا أوكي النقطة الأخرى إذا عندي can't ب isn't ش أسوي أضيف أنزل طبعا هاي التكملة مع الجملة الثانية he isn't أضيف very good at very good at الفعل أضيف ing play تصير playing تنس تكملة الجملة إذا عندي can't isn't الجملة الثانية he isn't very good at أنزل ها من عندي الفعل أضيف ing تنس تكملة الجملة أما إذا عندي كلمة bad أحذف ها وأضيف very good at يعني she isn't very good at football اللي هو تكملة الجملة هذه كل أشارح لما شرحت القواعد بالتفصيل هنا لدينا اختيارات words and pictures كلمات وصور to help sell things للمساعدة في بيع الأشياء adverts الإعلان لماذا كريم كان يدخر يعني يجمع الفلوس أو الأموال لأشهر to be the first one على مد يكون الشخص الأول to buy ليشتري the new book by his favorite poet الكتاب الجديد لشاعره المفضل طبعا هذه أهم الأسئلة اللي موجودة على unit one وانتظروا الفيديو القادم على unit two أحاول يوم أو باجر نزلة وأيضا اهتموا راجعوا أكو فيديو كامل موجود أشرح بي كل المادة أيضا تابعوا تابعوا فيديو الإسقاطات تابعوا فيديو التوصيلات هاليومين بصورة مكثفة على مد تقدر تعبر وتنجح من هذا الامتحان أتمنى للجميع النجاح والتوفيق مع السلامة